قدامنا على الشاشة ده جزء من تدريبات الأهلي النهاردة وعشان نعرف أكتر التفاصيل والأخبار والاستعدادات أروح مباشرة إلى زميل العزيزة كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب التتش بالجزيرة مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بك في البداية وكل التحية لكل مشاهديك وجمهور النادي الأهلي عايزة أتطمن منك بقى على الاستعدادات طبعا فيه غيابات عديدة بسبب الأجندة الدولية لعيبة النادي الأهلي مع منتخبنا الوطني في علي معلول مع تونيس آليو ديانج موجود بالتأكيد مع منتخب مالي لويسا ميكي سوني موجود مع منتخب موزنبيك بدري بنون مع المنتخب المحليين في المغرب فالقوام اللي قدامك يعني فيه استعانة بعدد كبير من قطاع الناشئين هل الفترة الجاة ممكن يكون فيه مباراة ودية قبل لقاء الحرس الوطني في دورة أبطال إفريقيا والجديد عندك إذا كان فيه أخبار جديدة النهاردة يعني قبل ما أكلمك محمد طبعا على التدريب النهاردة والجو والشكل العام الخاص بتدريب النادي الأهلي يعني هقول من خلالك خبرين من خلال برنامج جل تريند لا يوجد مباراة ودية حتى معاد السفر الخاص مباراة النايجر يمكن عدد القليل جدا من العابة النادي الأهلة ويمكن ده مستمعني حتى الآن لم يقضل مباراة ودية وده تصريحات طبعا على لسان الكابتن سيد عبدالحفيز لأن يمكن آه فيه وقتها محمد طبعا الفترة اللي جاية لكن قوام الفريق مش متواجد مستعانين بعدد كبير جدا من الناشئين فممكن تكون المباراة بالنسبة لبيتسو مستمعني مش عباليها هدف كبير وممكن كمان تكون لها إصابات أو لها عواقب من يتمنى أنها ما تحصلش ده بالنسبة لخاصة لمباراة الودية حتى موعد المباراة يمكن الناس بتتكلم طبعا من خلال الأيام الماضية على موعد الصفر موعد الصفر يكون إمتى ممكن الناس ذكرت 11 و12 أنا هقولك المعادل صحيح من خلالك ومن خلال برنامج التريند تم تحديد موعد الصفر يوم 14 يوم 14 احنا عارفين طبعا أن المباراة يوم 16 لكن ليه يوم 14 محمد؟ أن لا يوجد ملاعب في النيجر اللي يتضرب عليها النادي الآلي كما هو المعتاد في كل السفرات اللي خاصة بيه البطولة الأفريقية انتعرف محمد بمكون متوجدين في أي مباراة بنكون متوجدين قبل المباراة بثلاثة أو أربع أيام بنتضرب تدريبتين على ملعب فارع وتدريب رئيسية على ملعب المباراة لكن الظرف صعب جدا هم طبعا ملعب سيني كونيش طبعا هيستقبل هذه المباراة الملعب تم تكييزه لكن هو الملعب الوحيد فيمكن النادي الآلي يوم 14 صباحا يكون في تدريب صباحي ويتوجه النادي الآلي مباشرة إلى النيجر على أن يتضرب تدريب واحد فقط على ملعب سيني كونيش يوم 15 ومنها المباراة يوم 16 ظرف صعب شوية لفريق النادي الآلي في هذه المباراة وفي هذه الانطلاقة لكن الحقيقة محمد متفائلين جدا بأدي البطولة ومتفائلين أكتر كمانا محمد بالحالة اللي احنا شايفينها رغم الغيابات ورغم العدد الكبير اللي فيه نقص من فريق النادي الآلي لكن أنا عايز أأكد على الوافدين الجدد تحديدا مرحلة مهمة جدا ينسجموا مع الفريق تعليمات تكون واضحة فكر بيتسو موسماني أيضا كمان يكون وصل لهم بشكل كبير جدا والحقيقة الرجل شغال معهم ومع كل اللعبين لكن ظهورهم مميز جدا الحقيقة عمار حسام بيرسيتاو كمان اللي يعني منتظرينه بشكل كبير جدا الرجل دخل في التدريج وشارك في التأسيمة في تدريب الأمس كان مميز جدا وكان رائع وواضح أنه عنده واضح أنه كمان بس ياخد منشطه ينسجم بشكل كبير مع فريق النادي الآلي هنشوف تفرم مميزة جدا في أداء هذا اللعب وكل طبعا نجوم فريق النادي الآلي وكل اللعبين المتواجدين أكدنا على هذا الأمر محمد معاد المباراة وعدم وجود مباراة ودية حتى هذه اللحظة مع فريق النادي الآلي بشكل عام بقى تدريب النادي الآلي فقراته متنوعة بشكل كبير جدا الحقيقة على مدارة ثلاث أيام ممكننا محمد بتابع على مدارة ثلاث أيام الماضية فيه فقراته متنوعة الراجل بيركز على التصوات بشكل كبير جدا التمركزات والتحركات ما بيتكلمش على التكتب بشكل كبير على قد ما بينمي بعض المهارات وبعض الأمور اللي كان عندنا قصور فيها في مباراة بطولة الدوري العام والبطولة الأفريقية جدية كبيرة جدا وحماس كل تدريب بينتهي بتأسيمه في منتصف الملعب بيكون فيها أداء مميز جدا وليد سليمان بيتألق عمار بيتألق رمي ربيع لكل الحقيقة واضح الأداء وواضح الجدية بنتمنى إن شاء الله بإذن الله الحماس والجدية دي محمد تكون معنا حتى موعد المباراة وحتى قبل السفر إن شاء الله بإذن الله ويا رب إن شاء الله يكون مع فريقنادي الأهلي ويحافظ عليها ويكون انطلاقة جيدة جدا ويكون علينا حلو ونقدر إن شاء الله بإذن الله نحقق البطولة الثالثة على التوالي في إنجاز تاريخي هل بدأ يا كريم متابعة فريق الحرس الوطني في شرايط في سيديهات شافوها للفريق في لقاء التمهيد السابق عندما كان بيواجه فريق من بروندي وكان على فكرة على أعتاب الخروج يعني هو تأهل بصعوبة في تنزانيا لما كان بيلاعب بطل بروندي خارج بروندي بالتأكيد محمد طبعا يعني الحقيقة الفترة اللي فاتت موسي طبعا متلابة طبعا محل الأداء الخاص بالنادي الأهلي مع الكابتن سيد مع بيتسو مسماني الهاي لايس على طول بيتفرج عليه العابة النادي الأهلي قبل كل تدريب بيبقى فيه محاضرات أولا محاضراتنا متستغرقش وقت كثير زي مع المعتاد مع بيتسو مسماني لكن التركيز كبير جدا على فريق الحرس الوطني وبيأكد بيتسو مسماني على هذا الأمر لابد يكون مركزين انطلاقتنا لابد يكون مهمة جدا مهما كانت الظروف الأكسوجين في نقص كل الأمور دي النادي الأهلي يتعود عليها بشكل كبير جدا لكن الأهم ان احنا يبقى عندنا الرغبة الكبيرة والدوافع الكبيرة جدا في هذه المباراة المتابعات مستمرة لكن زي ما بأكد لك محمد النقص العددي مخلي برضو مسماني مقايت شوية في ان هو ازاي يقدر يتكلم على التكتب بشكل عام لان العناصر المتواجدة خارج ملعب مختار التشعر وخارج النادي الأهلي سواء الدوليين او ايضا كمان اللي عمين في متخابنا الوطني هتبقى فيه قصور شوية لان انت عارف طبعا القوامة الاساسية متواجدة خارج النادي الأهلي لكن كل اللعيبة المتواجدة في هذه الفترة بتحاول بشكل كبير جدا ليها دور الفترة القادمة كل اللعيبة عندها حماس كبير لكل عايز يكون متواجد ودي حاجة بتسعد كل جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي هو النجم ما فيش اي لعيب هو النجم النادي الأهلي هو النجم في اي حد يكون متواجد ان شاء الله بإذن الله يحمل قميس النادي الأهلي ويقدر يحقق البطولة ان شاء الله في هذه السنة زميلة العزيزة كريم أحمد مراسل قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا لك